اتكلمت عن نقطة مهمة جداً وهي فكرة انه بيبقى فيه صراع جوا دماغ الفنان والمبدأ ولازم يبقى دايماً على طول عايش بالصراع ده لكن إيه الصراع اللي بتواجهه حالياً؟ وانت يمكن قبل مشروع أو بعد مشروع؟ لو أصدق وكده أنا مش الناس دول يعني أنا عمري ما بعارف في واتس ناكست لما بقر حاجة بتحمس أو لأ طيب وحالات الانتظار دي بتتعمل معها ازاي؟ ما بين المشروع والتاني؟ أنا بصراح بحيب بعض مع عائلتي ومراتي وابني وكده يعني ببقى مصوت فلما بكون بشتغل بشتغل جداً ولما بكون قاعد معهم ببقاعد معهم جداً فدي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة فأنا مش من الناس اللي هي عايشة جوه العلم ده تماماً آه لما بروح عمل مسلسل 30 حلقة بختيفي 6 شهور من الحياة بس بحاول أبقى الـ 6 شهور التانيين ما بعملش أي حاجة ليها لقابل بشغلتي خالص يعني احنا شوفنا طبعاً أعمالك وشايفين الإتقان والشغف اللي ورا كل الحاجات دي بس ما نعرفش شخصية محمد شاكل حضير كلمت عن فكرة الفضول أن أنت عندك فضول أن أنت تتعلم دايماً وأنك دايماً عندك القناعة أن أنت لسه ما وصلتش لسه في حاجات كتير تتعلمها وما فيش طريقة واحدة الواحد يتعلم بيها إن كان مهنة الإخراج أو أكيد حاجات أكبر من كده كمان في الحياة فهل الفضول هو اللي بيحركن؟ لا الباشن هو اللي بيحركني يعني أول لما حيث أن عندي شغف أو باشن تغيير حاجة ما بحسبهش ما بخش فيها فول باور وما أنا من الناس اللي هيها ما بتندمش أبداً لأنها بفكر كتير جداً يعني ومش متسرع خالص فلو حسبتها ولقيت إن أنا هعمل كده بدخل أعمل كده لحد الآخر خالص إيه بقى الحاجة اللي بتدور عليها؟ الحاجة اللي بدور عليها في شغلي هي التنوع أنا نفسي أحكي حكايات كتير جداً فنفسي بعندي الفرصة إن أنا أحكي حكايات كتير جداً والوقت والسن وكل حاجة يعني عايز أحكي حكايات عن كل حاجة شغليني لأنه أنا ساعة بقول حاجة الناس بتستغربني شوية وأنا ممكن دلوقتي حالاً أبقى متحمس لمشروع جداً المشروع دا يتأجل مثلاً سنتين أنا ممكن أبقى في مرحلة تانية خاصة ومش مقتنع بي إطلاقاً وأقافل منه تماماً ومش أحبه ومش متحمس عليه وكده فبحاول على حد مقدر إن أنا أفوله اللي أنا حاسه دلوقتي وحاول أعمل حاجة شبه وهكذا من أكتر الحاجات اللي أنا حبيتها في كل إسبوعية من جمعة إن دي مرحلة أنا كنت عاما يقول أنا بفكر عامل حاجة تريلر أنا حاسس إن أنا يعني في حاجة تجاه الجنر دي في الوقت دا عايز أعملها فجاي لي بقى آخر القتل ودبح وحاجات كده فما كانش قصدي للدرجات دي طبعاً بس كان حبيتها عشان كده يعني دابلو حادة كده